في ثاني مباراة ودية له فاز فريق اتحاد بالعباس بنتيجة هدف دون رد على حساب فريق جمعية وهران في اللقاء الذي احتضنه ملعب بلدية سيد إبراهيم هو الذي كان فرصة مناسبة للمدرب شريف الوزاني من عجل تقييم التربص التحضيري الأول لفريقه الذي دام عشرة أيام بمدينة تولمسان ولأجل استدراك هذا التأخر ينتظر أن يباشر الفريق وتربصه الثاني بحمام بورقيبة بتونس بداية من اليوم الاثنين المقبل هو الذي سيعرف استغناء عن رابع لاعب بعد كل من مزيان نمديل وعمران لتقليص عدد التأشيرات إلى 22 تأشيرا تربص يدوم 11 يوم إن شاء الله ثم الدخول ثم نطلقه في الميكرو سيكل لتحضير المقابلة الأولى لاتحاد الحراش وسيكون اللاعبون أمام فرصة كبيرة للتحضير لدخول منافسة بقوة حيث أكد زملاء بن عبد الرحمن عزمهم على العمل بقوة بتربص حمام بورقيبة هذا من المنتظر أن يسطر الطاقم الفني برنامجا تحضيريا خاصا بتربص تونس للسماح له بضبط التشكيلة الأساسية التي من شأنها تشرف الألوان الفريق ضمن حاضرة النخبة التي سيعود إليها هذا الموسم